نظم معهد شارقة للتراث عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وعبر برنامج مايكروسوفت تيمز فعاليات اليوم الثقافي المصرية وذلك ضمن أجندته المتعلقة ببرنامج أسابيع التراث العالمي الذي يصدف فيه شهريا بلدا عربيا أو أجنبيا تحت شعار تراث العالمي في الشارقة وأتاحت الفعاليات للجمهور جولة في رحلتين عبر التاريخ تعرف خلالها على مختلف مكونات التراث المصري من فنون شعبية وموسيقى وطرب وحضارة عريقة تمتد جذورها إلى آلف سنوات وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث إن تنظيم هذا اليوم الحافل بالتراث المصري بشكل افتراضي جاء دعما للإجراءات الوقائية والاحترازية حيث فتحت أسابيع التراث العالمي نفذة جديدة على العالم عكست أهمية التراث وضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب في حفظ واصون تراث الثقافي وحمايته ترجمة نانسي قنقر